خشوا مع حضرتكم على طول في أخبار الإنترو بتاعاتنا اللي معانا النهاردة ويمكن كلنا بلا استثناء تابعنا جلسات الحوار الوطني اللي مستمرة ومبارح كان فيه جلسة مهمة جداً للجنة السياحة ودي واحدة من اللجان أو من لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اللجنة كانت مهتمة جداً بنقطة صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها الجذب السياحي وقد إيه مصر حقيقة فيها ما شاء الله مقاومات سياحية بكل أشكالها وبكل أنواعها المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني كان ليه كلمة مهمة جداً وتكلم فيها عن دور الإعلام في الترويج للسياحة داخلياً وخارجياً وقال فيها أن مصر تم أو حصل فيها أكتر من حدث مهم وتم تغطيته بالفعل زي مثلاً موقف المميوات الشهير اللي اتنقل من فترة على كل الشاشات يمكن أغلب شاشات العالم أحياء طريق الكباش وطول الوقت بيكون فيه دايماً في مصر الحمد لله مشاهد من معالم مصر السياحية سواء في الأغاني في الأعمال الدرامية السينمائية الأعمال الحتى الدولية بيجوا ساعات يصوروا في مصر فده مهمة جداً موضوع كان يطرح فيه الحوار الوطني أكد كمان المستشار محمود فوزي كمان سيتو قال كمان أن مصر والعالم بينتظر حفلة تاح المتحف الكبير اللي إن شاء الله يكون قريب ودع كل المنشآت السياحية والأطراف اللي ليها علاقة بالسياحة وجاز بالسياح إنهم يعرفوا دور الإعلام السياحي أو يعرفوه اللي هو في الأساس نوع محتاجة طول الوقت الترويج لها وقبل ما نشوف حاجة عايزين نقول إن طول الوقت الحقيقة الشركة المتحدة من خلال قنواتنا مهتمة جداً بدا ومهتمة جداً في مسلسلاتها بدا وإحنا كمان لما بنروح أماكن بنرويج لها طول الوقت لأن ما فيش أحلى من مصر والله تحيا مصر وطلعينا بقى نشوف تقرير بقى معنا تقرير عن السياحة في مصر وعن جزء من جلسة الحوار الوطني وزي ما مونة كان بتقول بس عاوز أكد على حاجة جماعة السياحة دي مش رفاهية لأي دولة مونة قالت حاجة مهمة ويمكن نضيف عليها كم العمالة اللي بتشتغل في السياحة في كل مجالات فندق مطاعم أكل شرب عربيات يعني كل يمكن قطاعات الدولة بتشتغل وبيقى فيه فرص عمل لما السياحة بتنشط فخير بييجي للبلد نشوف جزء من كلمة سيدة المستشار ونرجع مرة تانية لحضراتكم طبعاً عضاء مجلس الأمناء وأنا منهم من حقهم أنهم يعبروا عن رأيهم أو يعلقوا على بعض الملاحظات اللي ممكن تثور أنا الحقيقة حابب برضو زي ما تفضل صديقي الدكتور عبد الفتاح الجبالي وهو رئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي أنا حابب أقول أن أنا الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعارف أن فيه مناقشات أثيرة حول الإعلام السياحي أن إحنا محتاجين مزيد من الإعلام السياحي لكن إحنا لازم نسأل نفسنا سؤال هل الإعلام السياحي أو الترويج لأماكننا السياحية مش موجود؟ طيب ما إحنا عندنا الحفل العالمي الشهير لنقل المميوات هل ده ما كانش تسويق وترويج للسياحة المصرية؟ إحياء طريق الكباش والاتنين كانوا بتشريف السيد الرئيس ده معناه أن رأس الدولة نفسها مهتمة بهذه الموضوعات كثير من المشاهد السياحية موجودة في الأغاني والأفلام والإعلانات ده موجود في حاجة كمان إحنا كلنا منتظرين ومترقبين الافتتاح للجراند ميوزيوم أو المتحف الكبير لكن السؤال أيضاً أننا لازم نسأله لأنفسنا أوليس الإعلام السياحي ده صناعة؟ الصناعة ده معتمدة على صانع ومستهلك الحقيقة أن المنشآت السياحية يجب أيضاً أن تكون شريكاً في ذلك وتبادر هي بأنها تصنع هذا الإعلام وتموز هذا الإعلام علشان تقدر تروج لمنتجتها يعني هي الفكرة وسائل الإعلام يا جماعة برضو لازم نبقى إحنا منصفين هي قناة وسائل الإعلام لا تصنع حدث إنما تكشف عن حدث تروج لحدث تسلط الضوء على حدث لكن في البداية يجب أن يكون هناك حدث أنقله فإنت كراجل مشتغل في السياحة مثلاً عندك مطعم يتميز بموقع سياحي كبير فين الإعلان عن المطعم عن موقع المطعم بالضرورة هيقتضي ده أن أنا أجيب المشاهد السياحية فاللي أنا عاوز أقوله أن إحنا يجب أن نكون متوازنين في رؤيتنا أنا مش عارف هو ليه الطايمر ما اشتغلش لا حضر الله لا أنا هافل لا ما فيش وضع ولا حاجة أعضاء مجلس الأمناء زي يوم زي أي حد يعني فأنا حتى أختم يجب أن نكون متوازنين ومنصفين في نظرتنا وندعو جميع الأطراف المعنية بالسياحة أن هي تعي وتدرك دور الإعلام السياحي وتبادر بتسويق منتجاتها السياحية والإعلام لا يصنع الحدث الإعلام يسلط الضوء ويروج للأحداث والحقيقة أن إحنا بلدنا مليانة يعني زي ما تفضلت الريسة وقالت إن المتحف المفتوح والستوديو المفتوح دي كلها موجودة في بلدنا هنا فكان بس هذا الإضاح مرتبط بس بوظفتي اللي أنا أشغلها حاليا كأمين عامل المجلس الأعلى للألام وشكرا جزيلا طبعا شفنا مع حضرتكم وبنكرر تاني وبنأكد تاني أولا إحنا عوزين نتوجه بالإعلام بتاعنا وبالإعلام عممتا النشر السياحة والأماكن السياحية في العالم مش بس في مصر إحنا كمصريين آه أغلبنا عارف أماكن السياحية الحب feder بتاعتنا فين إيه المدن اللي إحنا بنروحها في الصيف وفي الشتاء إيه اللي عاوز السياحة شاطئية عارف هيروح فين واللي عاوز السياحة تاريخية عارف هيروح فين لكن احنا عاوزين نخاطب برا عاوزين يعني واحنا هو جزء منه الاعلام والقائمين على السياحة ومشاريع السياحية والمطاعم والاماكن والفنادق كلهم يبتدوا يعني يوجهوا الخطاب بتاعهم ودعوة بتاعتهم والرواج بتاعهم والترويج بتاعهم خارج مصر مش بس جواه مصر ده مهم جدا عشان جذب السياحة الاجنبية انا بدعو كمان كل المخرجين اللي بيعملوا مسلسلات او اغاني المطربين اللي بيعملوا كليبات روحوا لاماكن الحلوة في مصر هو ده ترويج لمصر وده دليل على انتمائك وحبك لبلدك النهاردة احنا بنحب اماكن برا مصر عشان مشوفها في المسلسلات الشهيرة اللي انتوا عارفينها وبنحب نروح لاماكن دي فاكرين ان دي لا هي فيها وفيها بس هم بيظهروا احلى ما عندهم في الاغاني وفي المسلسلات الدرامية عشان يجذبوا السياح فخلينا ان احنا نشتغل على بلدنا وقصونا كنال الحمد لله احنا عدينا بفترة كان الناس قلقانة من 2011 دلوقتي فيه امان فيه دنيا كلها زي الفل فيه فيه حركة فيه سياح بيجو من العالم كله احنا اولى ببلدنا لا كلامك طبعا صحي ميف الماء انا عايز اقولك ان المسلسل مثلا تحت الوصاية كم القنوات الاجنبية اللي جات بعد عرض المسلسل والصورة الجميلة اللي عرضوها كانت محافظة دمياط ومدينة دمياط كم القنوات اللي جات تصور وتستكشف الجمال اللي في هذه المدينة الجميلة المنسية منسية من احنا كجمهور من احنا كمواطنين ما بنفكرش ان احنا ناخد يومين مثلا او يوم الاجازة في الويك اند ناخد الولاد ونروح ان شاء الله يوم من الصباحة الاخرى لنهار نروح دمياط جنبنا نروح الفيوم نروح بور سعيد اسوان السعيد وجمالها ونصر واسوان لما تصورت في المسلسلات اكتشفوها وافتكروها انت عندك تاريخ السينما وكلاسيكيات وصراع في الوادي فتن حمامة وعمر الشريف الاماكن فنانة مجد الصباحي وعملت افلام كتير من اول مرسى مطروح والله يا مونة حتى شاطئ الغرام شواطئنا وحلوة اكتر ده كمان بقى شوفوا من التلاتينات حمال كيلو باترة لو فاكرة وموجود لحد النهار ده من معالم الاثرية القطيرة الهمة اللي على السحل الشمالي بتاعنا السحل الشمالي نفسه يا جماعة الناس كتير بتاخدها انها بممج نهار ده يعني لازم نصور فيها نهار ده في مدينة العالمين في السحل الشمالي كم من فرص العمل جبارة ولسه بتزيد ان شاء الله جذب السياحي طول السنة مدينة العالمين بكل ما فيها دلوقتي من مدارس من جامعات من مشاريع من مصانع فرص عمل وعندك الجلالة للسكن لعينة السخنة والجلالة اللي فيها مواني جامع مصر افتتح ناسا نفسية رايس افتتح الجامعة والشرفت ان انا كنت موجودة اللوكيشنز فيه تجنن كأنك اولا الفانشنز بتاعه والايات اللي مكتوبة جواه انا نفسي اصور اغنية دينية يناك اول اغنية دينية اصورها في الجامعة ده ان شاء الله يلا للمطربين والمخرجين يطلعوا احلى لانها اتغيرت انه تكلم على يعني كم سنة اتغيرت حاجة وتسعين سنة من تلاتينات يعني اتغيرت جدا تسهيلات كتيرة لأي مخرج النهاردة واي جهة عايزة تصور فيها من داخل مصر او من خارج مصر بقى فيه شغل على الموضوع ان هما يسهلوا عملية التصوير والتكلفة تكون اقل كمان مما كان متوقع قبل كده كم فيلم اتعمل بس الاهرامات التلاتة وصحرة ورملة كده شوفي النهاردة الهرام عمل ازاي المتاحف شوفي الاماكن وكلكم والاهرامات دي كلها في حتة تانية اوه حتة تانية وبقت في حتة تانية صورتها على كارتك فاين